بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين مرحبا تلاميذ الأعزاء في فيديو جديد فيديو اليوم فيديو شامل يشمل جميع دروس المقطع الثاني للفصل الثاني راح تكون فيها مراجعة شاملة بإذن الله للاختبار نبدأ مع أول درس للوحدة هذه أو للفصل الثاني اللي هو The Superlative of Superiority بمعنى سيغة المبالغة كما قلنا قبل باللي كان ثلاث أنواع من سيغة المبالغة العادية وكان حالة تشذى صح راح نشوف القواعد في ثلاثة ونشوف الحالة تشذى كيف نديرها معها نبدأ مع الحالة الأولى Short Adjectives كيف ندير سيغة المبالغة مع Short Adjectives اللي هما الصفات القصيرة وشين هما Short Adjectives قبل؟ Short Adjectives هما الصفات اللي كينا ندقوهم يخرج مقطع صوتي واحد مثلا Tall Smart Which كينا ندقوهم يخرج مقطع صوتي واحد كيف ندير سيغة المبالغة نتهم القاعدة بسيطة جدا نكتبه The ومن بعده نكتبه الصفة القصيرة نتاعنا Short Adjective ومن بعده نزيده Est شوفوا الأمثلة عدنا المثال الأول Tall بمعنى طاويل حاب نقول الأطول اللي هي سيغة المبالغة أنتها الصفة طاويل شو تولي؟ ديروا القاعدة نتاعنا فقط طبقوا القاعدة تولي The نكتبه الصفة القصيرة نتاعنا Tall ومن بعده نزيده هائية شو تولي The tallest بمعنى الأطول المثال الثاني Smart بمعنى ذكي حاب نقول الأذكاء كيف نديرها سهلا؟ ديروا The ومن بعده نكتبه الصفة نتاعنا عادي ومن بعده نزيده Est شو تولي The smartest بمعنى الغني حاب نقول الأغنى شو تولي The richest بمعنى الأغنى الصفة القصيرة وش نديره معها نكتبه The ومن بعده ندير الصفة القصيرة ومن بعده ندير West مع الصفات الطاويلة وشيني هم الصفات الطاويلة قبل؟ الصفات الطاويلة هم الصفات اللي كنا نطقوهم يخرج أكثر من مقطع صوتي واحد مثلاً Beautiful هاو فيه ثلث مقاطع أكثر من مقطع صوتي واحد ولذلك فهي صفة طاويلة الصفة الثانية Important هاي فيها أكثر من مقطع صوتي واحد ولهذا صيرة المبالغة عنها الصفات الطاويلة كيف تكون؟ نكتبه The most بمعنى الأكثر Plus long adjective زائد الصفة الطاويلة على سبيل المثال صفة الصفة الاتية هذه Beautiful بمعنى جميلة حاب نقول الأكثر وجمالاً كيف تقولي The most beautiful المثال الثاني Important بمعنى مهم حاب نقول الأكثر وأهمية كيف تقولي The most important صح مع الصفات الطاويلة وش نديرو The most هم بعدو نكتبو الصفة الطاويلة تانا عادي أوكي صح في الإنجليزية ثانية عادنا صفات غير منتظمة اللي نقولو عليهم Irregular Adjectives هاذو صفات يتحفظو في الحالة العادية ويتحفظو كيتحولو كيتبدل من حالة لحالة يلزم يتحفظ مثلاً Good بمعنى جيد صيغة التفضيل انتاحها ولا صيغة المبالغة انتاحها هي The best بمعنى الأفضل Bad بمعنى سيء تقولي The worst Old تقولي The oldest ولا The eldest بمعنى الأكبر سناً ولا الأقدم على حساب عادكم زوجة جمع تقدروا تحفظو وحدة فيهم فقط Many بمعنى العديد Much بمعنى الكثير حاب ندير صيغة المبالغة انتاحاً تقولي The most بمعنى الأكثر Little بمعنى قليل The least الأقل Far بمعنى بعيد تقدر تكون صيغة المبالغة انتاحاً بطريقتين تقولي The farthest with a or the furthest with you في زوجة جمع نحفظو وحدة فيه عدنا بعض الاستثناءات لازم نحفظوهم و لازم نفهمهم هما استثنائين فقط الاستثناء الأول شنه هو يقولك يكون عدك صفة قصيرة الصفة القصيرة واش هي هي الصفة اللي فيها صوت او مقطع صوتي واحد مثلا Big السفة لدينا Big هذه واش هال فيها مقطع صوتي واحد يقولك لازمت عدك صفة قصيرة تنتهيodoать بمعنى حرف ثابت وما قبلو حرف متحرك وما قبلو كيف نديرها معامله معاملة الصفة قصيرة نديرو The عادي و نديرو استفتالي لكن الحرف التالي هذا يتكرر تمتقولي The best مثال ثاني هاي عدنا هنا تي هات هاي صفة قصيرة فيها مقطع صوتي واحد تنتهي بكانسننت وما قبلها فاول وما قبلها كانسننت اوكي نعملوها معاملة صفة قصيرة نديرو ذا ونديرو اي ان ستيف تالي وندبلو تي اجمع تولي بمعنى الاكثر وحرارة اوكي اوكي اي شخصيني واحد تقولي شيخ شنه هما الكانسننت وشنه هما الفاولز اوكي شوفوا الفاولز وشنه هما هما الحرف المتحركة هما خمسة يتحفظوا اي 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 يو اند او اوكي الكانسننت هما ما تبقى من الفرف هي الحرف ثابتة صحة شوفوا الاستثناء الثاني يقول لك يكون عندك صفة فيها مقطعين صوتيين وتنتهي بالواي تنتهي بالواي مثلا ها بي ها بي او كريل زي اهي صفة فيها مقطعين صوتيين وتنتهي بالواي يقول لك نعملها معاملة صفة قصيرة نديره الث و استفتالي والواي ها دي نقلبها نقلبها اي اوكي تقول لي the happiest and the craziest and the craziest and why شو قلبناها اي 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 او درس الأول هدا سهل اجمعا نمروا للدرس الثاني والدرس الثاني اجمعوا شينه العنوان الماضي البسيط والماضي المستمر مع وين ووايل عندما وبينما صح اولا نشوفوا كيف نركبوا ال past simple ونشوفوا كيفا نديروا ال past continuous ونشوفوا العلاقة عن تاحهم وين ووايل صح past simple او الماضي البسيط قلنا باللي كاين في الانجليزية كاين نوعين من الافعال كاين افعال منتظمة او افعال غير منتظمة الافعال المنتظمة اللي يقولوا عليهم ال regular verbs يكون حابا نصرفهم في الماضي البسيط شو ندير؟ ندير stem plus ed كما نقول هذك من الفعل ونزيدوا له ed مثلا كما هنا يشوف هاي found found بمعنى هاتفة هذي في الماضي البسيط صح الافعال الغير منتظمة ما عندهاش قاعدة تحفظ يعقب عليك فعل غير المتظم يلزم تحفظه اوكي صحة ال past continuous او الماضي المستمر كيف هنركبوه يقولك ال verb تبي في past يقدر was or were الحسب subject اللي يقبلوه الحسب الفاعل plus verb الفعل الاساسي منتاعنا وش ندير ملبر ندير stem كيماش وش نحن ايه plus ing شوفوا بعض الامثيلة بهنا فهموا اكثر صح ال past simple و past continuous وين كنتي تلاقاولي يجمع يقولك الى كان عندك حدثين في الماضي حدث مستمر في الماضي ونقطع حدث واحد اخر يقولك الحدث المستمر هذا يتصرف لك في ال past continuous يتحط في ال past continuous والحدث ليقطع الحدث المستمر نصرفه في past simple او الماضي البسيط شوفوا امثلة بهنا فهمه اكثر عدنا المثال الاول I was watching the match when he found me كنت اشاهد المباراة عندما هاتفني صح I was watching هذا was watching كنت اشاهد المباراة هذا الفعل المستمر في الماضي قطع حدث واحد اخر في الماضي ها هو هاتفني صح هذا نحطه في ال past continuous لانه كان مستمر والحدث ليقطع الحدث المستمر نحطه في ال past simple اوكي اوكي شوفوا المثال الثاني while the teachers were having a meeting the pupils interrupted them يقولك بينما الاساتذة كانوا في لقاء the pupils interrupted them قطعهم تلميذ صح الحدث اللي كان مستمر في الماضي وراها اجمع ها هو were having were having كان عندهم لقاء the pupils interrupted them الحدث الثاني قطع الحدث هذا واللي هذا هذا صرفنا في ال past continuous او الماضي المستمر والحدث الثاني اللي يقطع الحدث المستمر درناه في ال past simple اوكي صح كان واحد ملاحظة هنا ستعمل بلقي كان وان ووايل وشين هي العلاقة انتاحم بالدرس انتاعنا اجمع هاذا وين اجمعه نستعملوها كيكون وعدنا حدثين حدث مستمر وحدث قطع الحدث المستمر وتستعمل قبل الحدث لقطع الحدث المستمر واللي يكون مصرفة في ال past simple اوكي وان جي بعد الفعل او الحدث اللي في ال past simple while اجمعه جي قبل الحدث اللي كان مستمر في الماضي او past continuous اوكي صح كيفاه جينا تمرين انتا الدرس هذا اجمعه يعطيك احتمال يعطيك في بلاست terms هذا يعطيك فراغات بلاست وان ووايل ويقولك حطهم في الفراغات المناسبة انت واشترح تشوف تشوف الفراغ هذا الى راح قبل ال past simple ولا قبل ال past continuous إذا كان يعطيك الفراغ قبل ال past simple مباشرة تضع وان هنا لا تضع ويل وإذا كان الفراغ الذي يعطيه لك قبل ال past continuous تضع ويل والعكس يقدر يعطيك تمرين عكسي كيفاه يمدلك وان وويل في الجمل لكن الأفعال ما يكونوا مصرفين اوكي تشوف تدير انت وان مباشرة تصرف الفعل اللي بعدها في past simple بالضرورة الفعل اللي في الجملة اللي قبل يلزم يكون في past continuous والعكس ويل الفعل اللي يعطيه لك في الفراغ هنا مباشرة تضعه في past continuous والفعل اللي في الجملة الثانية فتضعه في past simple هذا درس الثاني ننتقل للدرس الثالث اللي هو اسهل من درس الاول واسهل من الدرس الثاني اوكي نشوف الدرس الثالث درس الثالث وشيني هو اجمعه وشيني عنوانه prefixes and suffixes السوابق ولا واحق السوابق ولا واحق هدو وشيني هما؟ هما بعض الحرف ننظيفهم كاللي ننظيفهم للصيفات وكاللي ننظيفهم للأسماء صحة prefix plus adjective يعطونا ال opposite ال prefix هي الواحد اللي نقول لها اللاحقة او السابقة ننظيفها للصيفة باتمدلنا ضد انتاحا كاين ستة اللي ركم مطالبين بهم اجمعه وشيني هما؟ dis and in ml and air تفكر واجمع هادو prefixes اللي هما سوابق اللي يجوا قبل الصيفات يتبعوا الصيفات بها يمدون الأفداد اوكي شوفوا بعض الأمثلة عندنا honest dishonest honest dishonest اوكي loyal disloyal loyal disloyal اوكي شوفوا المثال الثاني او ال prefix الثاني un kind بمعنى لطيف un kind بمعنى غير لطيف friendly بمعنى ودود unfriendly بمعنى غير ودود اوكي capable بمعنى قادر incapable بمعنى غير قادر active بمعنى نشط inactive بمعنى غير نشط شوفوا يا جماع this and in هادو يتحفظوا كما honest loyal kind friendly capable active هادو صفات يتحفظوا ويتحفظوا الأفداد انتواحهم كما هاك بال prefix هادو لانو ماهيش قاعدة ثابتة يتحفظوا فقط بعض ال prefix عدهم قواعد مثلا كما هذي M M هذي يقولك نضيفها للصفة لي تبتدئ بالحرف M ولا P باتمدنا ضد انتحها مثلا possible بمعنى ممكن هيتبدأ بال P شو نزيد لها نزيد لها M شو تقولي impossible بمعنى مستحيل او غير ممكن mature بمعنى ناضج هيتبدأ بال M شو تقولي immature بمعنى غير ناضج L نجمع نزيدوه للصفات مش كنقولكم الصفات مش بمعنى جميع الصفات معظم الصفات او بعضها اللي تبتدئ بالحرف L مثلا legal بمعنى قانوني illegal بمعنى غير قانوني نفس الشي بالنسبة لل prefix error نزيدوها لبعض الصفات التي تبتدئ بالحرف R for example regular بمعنى منتظم irregular بمعنى غير منتظم responsible بمعنى مسؤول irresponsible بمعنى غير مسؤول كنا بركان تحطوه على prefix اللي هما السوابق اللي يجي قبل الصفات بهمتدونا الأصداب ذاكرا رح نشوفو حاجة أخلاف اوكي ذاكرا نشوفوه جمع الصفكس الصفكس هما هما اللواحة مش معنى اللواحة يقول لك noun plus suffix equal adjective يقول لك noun زائد suffix ذاكراها اسم ما هو صفة قبل قلنا بال prefix نزيدوه للصفة بها يمد النظب هنا لا لا هنا الصفكس نضيفوه للاسم بها يعطينا صفة اوكي الصفكس اللي احنا نقراهم شنو هما full endless full دائما تعطينا الصفة بالمعنى الايجابي والنس تعطينا الصفة بالمعنى السلبي شوفو بعض المثلة cheer بمعنى بهجة ها هنا اسم أريد رجحها صفة بمعنى ايجابي اوكي تقول لي cheerful بمعنى مبهج كنكون أريد رجحها بمعنى سلبي اوكي ندير زلها اللاس اوكي تقول لي cheerless بمعنى غير مبهج help بمعنى مساعدة helpful بمعنى مساعد حاب ندير المعنى السلبي انتهى help less بمعنى غير مساعد اوكي هو similarity and differences واش هو هو التشابه والاختلاف كنكونوا نعبروا على التشابه واش نستعملوا كنكونوا نعبروا على الاختلاف واش نستعملوا similarity قدها term واحد اللي هو like بمعنى مثلا شوفوا المثال بحنا نفهمه she wants to be successful like her mother هي تريد ان تصبح ناجحة مثل امها ملاحظة يا جمع like هذه تقدر تجي في الوسط تقدر تتهز هي والجملة انتحها مجمولة تتحط في البداية واش تقول لي like her mother she wants to be successful مثل امها هي تريد ان تصبح ناجحة ولذلك like اجمعها تقدر تكون في البداية تقدر تكون في المنتصف differences كنكونوا نعبروا على الاختلاف او عدم التوافق نستعملوا مصطلحين ليهما unlike ولا whereas اللي معناهم على عكس ولا اللي يحضموا المعنى انت على عكس صحة شوفوا المثال اول unlike many noisy pupils I am calm على غرار ولا على عكس الكثير من الاولاد الفوضويين أنا هادئ صحة كن نديروا اجمعا نديروا على العكس كن نبدأوا بالجملة هذه واش تقول لي I am calm unlike many noisy pupils تصلح ثاني اجمعا معناها unlike تقدر تكون في البداية تقدر تكون في المنتصف شوفوا المثال الثاني I want to become a doctor whereas my brother wants to be or wants to become a teacher أريد أن أصبح طبيبا بينما لحيث أن أخي يريد أن يصبح أستاذا هنا عبرنا على الاختلاف باستعمال وراث لكن وراث أجمع على خلاف unlike توضع في المنتصف فقط لا تقدرش تكون في البداية أوكي صحة نذهب للدرس الموالي وهو The Present Perfect أوكي نشوفه الدرس الموالي وهو الدرس الأخير The Present Perfect هو زمن مركب يتكون من To have plus participle راح نشوفه في الأشكال الثلاث Affirmative Negative Interrogative الجملة العادية أو الخبرية Negative النفي السؤال أوكي صحة Affirmative كيف يكون نجمع Subject اللي هو الفاعل plus has or have العساب Subject كيف ندروا هذا وكيف ندروا هذا نقول I have You have We have إذا كان الفرب Subject واحد من الضمائر هذا ولا فاعل يخدم خدمة الضمائر هذا اللي هما I, You, We ذاين يستعملوا هاب ولا إذا كان She or He or It نقول has Plus post participle of the verb هذا شكل من أشكال الفعل اللي راح نشوفها ذاكا في المثال الأول سأشوفوا المثال التانا She has talked to a freedom fighter هي تحدثت لمحارب الحرية أو مجاهد She هو Subject has has talked past participle of the verb هو هذا مع الأفعال المنتظمة past simple منتع ال verbs هو نفس past participle of the verbs معناك يكون لل past simple يا خلاص بالإيدي هو نفس past participle منتع لك الفعل لكن إلا كان غير منتظم يتحفظ أجماعي إلي قررهوا لنهاية الكتاب نشوفوا مجموعة الأفعال الغير منتظمة ونضربوا عليها الطلاة ونحاولوا نحفظوا ما يمكن حفظه صح وبعد نديروا تكملة على الجملة الثانية ال negative أجماعة بسيط جدا نفس الفكرة لكن نضيفوا حاجة أخفيفها برك Subject plus has or have plus not للنفي plus post participle نفس الشي نفس المثال طبقنا عليه القاعدة هذه she or subject has has وبعد نديروا not she has not talked to a freedom fighter هي لم تتحدث لمحارب الحرية أو المجاهد Okay interrogative السؤال التعالى كيف يكون يبتدئ بالفعل الأجمع ولا بال auxiliary اللي هو الفعل المساعد has ولا have الحساب واش الحساب subject إلا كان subject يخدم خدمة she or he or it نديروا has إلا كان you or I or we or they نديروا have plus past participle plus تكملة الجملة plus question mark نفس المثال نديروا له السؤال الأجمع شوفوا هنا she has talked to a freedom fighter حاب ندير سؤال أنت حشقنا قلوا نبدأوا بهذا ولا ه هنا هي عندنا هذا معناها نهزو هذا نحطوها الول هاي has وبعد نديروا subject she has she وبعد نديروا past participle of the verb وراها أجمعها ما تقول لي has she talked وبعد نديروا التكملة نتعلم جملة has she talked to a freedom fighter هل تحدثت إلى محارب الحرية أو مجاهد ok تقدر تكون الإجابة yes تقدر تكون no نقول yes she has ولا نقول no she has not هذه كانت مراجعة شاملة للمقطع الثاني للفصل الثاني إن شاء الله تكونوا استفدتوا ديتوا فكرة مليحة على واش سيجيكم في الفصل الثاني وتكونوا ألميتوا على الأقل بنسبة ثمانين أو تسعين بالمئة بالمحتوى نتع دروسة على المقطع الثاني أتمنى لكم توفيق تلاميذ الأعزاء ونتظرونا في قادم الفيديوهات رح يكون فيها فيديو إن شاء الله حول امتحان نموذجي للفصل الثاني تمنية لكم بالتوفيق في الامتحانات ربي وفاكم تلاميذ الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته